أعلن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية اليوم أن 7039 شخصا من فئة المقيمين بصورة غير قانونية عدلوا أوضاعهم منذ عام 2011 وحتى نهاية شهر غسطس الماضي وقال مدير ودارة تعديل الأوضاع في الجهاز العقيد محمد الوهيب إن 4973 فردا تم تعديل أوضاعهم إلى الجنسية السعودية في حين عدل 778 فردا أوضاعهم إلى الجنسية العراقية مضيفا أن 726 فردا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية السورية وضاف الوهيب أن 79 فردا عدلوا أوضاعهم إلى الجنسية الإيرانية و47 إلى الجنسية الأردنية إلى جانب 436 فردا عدلوا أوضعهم إلى جنسيات أخرى